لا بيتحول من حزن طبيعي إلى حزن غير طبيعي وبالتالي من الممكن أن ينقني إلى حالة اكتئابية عشان كده نجد أن المجتمعات والدين الإسلامي بدأ يحدد حتى فترة الحداد وفترة التعامل مع الشخص ويقول يعني هل هي ثلاث أيام و هل هي كل شخص بدرجة اقترابه من الشخص المفقود كمان التعبير عن الحزن الدعاء إلى الله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ما توفق أحد أصحابه قاعد يدعو على الذين سببوا في قتلهم الفترة الزمنية محدد أساسي جدا في الحزن وبالتالي المجتمع اللي حوالين الفرد المحزون الفرد اللي تعرض إلى حالة حزن هو مطالب أن يتخرجوا من حالة الحزن علشان كده حتى لما نيجي نعزي حد إحنا عندنا ثلاث أيام طب بعد فترة أنا عد سنة وما عزتوش خلاص ما تفكروش أنكت الأحزان وأعيد له الأحزان مرة تانية وأعزيه على والده اللي توفق أو والدته اللي توفقت من كمس وست سنين بأعدي الأحداث مرة تانية الفترة الزمنية لو عدت بيتحول الحزن بالفعل إلى بدايات الاكتئاب أو بدايات التشوهات في الأفكار إن إنسان يكون قرارات أو أفكار أنه يقاطع أنه يبتعد عن الناس ودي بتكون بوابة قوية للدخول لمرض الاكتئابي المحدد الأساسي فيه علاقات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية مع الآخرين وبالتالي لنعزال وبالتالي فقد الاستمتاع بالأشياء والممارسات اللي كان بيعملها هنا بيتحول الحزن لما يطول فترة طويلة من الحزن طبيعي وشيء طبيعي إلى حالة اكتئابي طبعا، هذه الوصف المعقر لحالة الاكتئاب هل بالفعل يصيب الاكتئاب الأطفال؟ الغريب أن أغلب الناس تعتقد أن الأطفال لا تصاب باكتئاب أن هم بيلعبوا ويمرحوا لكن المشاهدات العلمية والطبية وأنهمهم صغيرة ولا يمكن أن يصابوا بيها علشان كده بنقول أن الهم بحجم الشخص يعني هم الطفل اللي فيه ابتدائي أنه ممكن يكون فقد مش حاجة عزيزة عليه بالنسبة من منظورنا نحن الكبار لكن فقد مثلا سندويتش أو اللعبة أو العروسة الصغيرة بتاعته أو العربية اللعبة بتاعته أو العصفور زي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شخص حزين طفلة حزين قالوا له مال وقال ده فقد العصفور بتاعه فظل النبي صلى الله عليه وسلم يسري عنه ويكفف عنه يبقى بحجم الطفل هو ليه همومه فقد عصفورة صغيرة فقد لعبة فقد عروسة الأطفال بيصابوا بالاكتئاب والنسبة صحيح مش كبيرة ونسبة تعديها أنها تظل معهم كمان ما هيش كبيرة يعني عندهم قدرة على استشفاء لكن هم بيصابوا بالاكتئاب الخطورة أن الكبار ما بينتبهوش لاكتئاب الأطفال والأحيانا لا يعترفوا به وبالتالي بتنشأ أزمة أنهما بيهتموش لا يساعدوا على استشفاء ما بيساعدوش على خروجه من هذه الحالة